الى الوليدة ديالك تصابوا بالبرد ولو كيكوحوا بزاف مخنوقين الوفاد ديالهم كيسيلوا ما كيبغوش يشربوا لك الدواء اليوم غالي نعطيك واحد الوصفة السهلة وسريعة للمفعول وصفة كتقضي على الكوحة كتنقي السدر كتحييت ديك الكوحة من اول استعمال غدتلاح دي ان الولية ديالك او البنية ديالك ديك الكوحة ما بقعتش وصفة كتعالج 100% لنزلات ديال البرد وخصوصا الكوحة والصدر اللي كيكون مخنوق بالنسبة لهذا الوصفة يعني بزاف ديال الناس اللي كيعرفوها وكينعوا تاني بزاف الناس اللي ما كيعرفوهاش اليوم غالي نشاركها معاكم وصفة بالنسبة الوليدات اللي ما تيبغوش يشربوا الدواء الوصفة رزوينة وطبيعية وحسن من الدواء غالي نضع على بركة الله بالنسبة لهذا الوصفة غادي نحتاجو فيها اللفت كيف ما كتشوفو معايا هاد اللفت هذا كتاخذ واحد اللفتة كتغسليها مزيان وكتغشريها كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو الطريقة ساهلة وبسيطة وفي جوش ديال الطقيق غادي تحضريها لكن المفعول ديالها والله العظيم ينزوينا بزاف وغادي تجربوها وغادي تشكروني على بتعليقات غادي تاخذ واحد اللفتة وغادي تحكيها هكا كيف ما كتشوفو معايا غادي تحقوها كاملة هاد الشكل هذا مهم انا غادي نحقها ومن بعد غادي رجع معاكم باش نكملو ان شاء الله هالوصفة ديالنا هنا من بعد ما حكيت هاد اللفتة كتحقوها غير في ديك الجيهة اللي كتكون رقيقة هاد الشكل كيف ما كتشوفو معايا هنا كتاخذو شي مهم شيئينة او لا اي حاجة اللي غادي تدعو فيها هاد اللفت بهاد الشكل ومن بعد غادي تاخذو سكر سكر سانيدة او لا سكر حبيبات هنا بالنسبة له هاد الوصفة اللي غادي نحطره غادي نحطره السيرو ديال لفت هاد السيرو ديال لفت مفيد بزاف الكحة والكحة اللي كتكون بزاف كيكون دوك الوليدات كيسعلو بزاف كيكحو بزاف وكيكونو مخنوقين كتاخذو بالنسبة هنا السكر دروح الجمعالق ديال السكر كبار كيف ما كتشوفو معايا هناك الفيديو من بعد تافيه هتخلطو مزيان وغادي او تغطيو على هاد الهاد اللفت وغا تخليوه ليلة كاملة إلا كان هاكا بغيتي يعني تعطيي الوليد ديال كل البنيتة ديالك يعني ضغيه هتخلي واحد جور ديال سواء تلتلاتة سواء وغادي اتصفيه مهم كان عندكم الوقت غا تجيرو هاكا بالليل وتخليوه الصبح غا تلقوه تطلق ذاك اللفت ذاك المميهات دياله كاملة مهم انا غا نخليه وغادي نغطيه هنيه كتغطيو عليه ضروري ومن بعد ارجع معاكم بشوفو معايا ان شاء الله تتيما هنا كيف ما كتشوفو معايا الله تضيفو لي ديك ديك ساني ده راح تيبضى تيطلق ذاك اللفت ذاك المدياله هنا بالنسبة للفت راح تيحسن ديك العملية ديال التنفس خصوصا يعني الوليدات اللي كيضربهم هاكا البرد ولا يعني ضغياء معا تقلبات ديال الجو ضغياء يعني تيبدو يكحون ويفات ديالهم تيبدو يسيلو مهم هاد اللفت زوين لانو كيفتح دوك الشعاب الهوائية وكيعالج دوك النوابات ديال السعاب اللي كتجي شديدة وهو في بزاف ديال الفوائد هنا مهم انا ما خليتوش بزاف انا خليتوه راح تلقى ذاك اللفت بحلى داب يعني كيتلق ذاك المدياله كامل مهم انا خليته هنا غير شوية غير باش نديل معاكم الوصفة المهم كيف ما كتشوفو معايا واللفت فيه مضادات الاكسادة اللي كترفع لنا من نسبة ديال المناعة ديال الجسم وكتقويها لنا باش كتواجه هاد الامراض هادي الموثمية بحال هاكا البارد والسعال وكتلين لنا الصدر وكيخفف حتى من ذاك البلغم اللي كيكون في الصدر مهم انا نصفو هاد اللفت مزيان كيف ما كتشوفو معايا هادا هو السيرو ديال اللفت واحد السيرو اللي طبيعي ومفيد بزاف يعني تعطوه الوليدات ديالكم خصوصا الوليدات اللي ما تيبغيوش نهائيا يشربو الدواء كين الوليدات اللي تيردوا الدواء ولا ما كيبغيوش نهائيا عندهم قاعب بالمرة يتناولوا الدواء هاد الوصفة زوينة وحتى انها يعني طبيعية وفي المتناول ديال الجامع من بعد ما كنصفو ذاك اللفت كناخدو واحد مهم شي حاجة ها كتكون ديال الزاج قريعة ولا اي حاجة اللي كتكون موصولة مزيان طبعا وتنديرو فيها هاد السيرو ديال اللفت وتنديرو فتلاجة كتبقو كتعطوه الوليد معي لقا كبيرة قبل كل وجبة تقريبا واحد ربع ساعة هاكا زوينة هاد الوصفة بزاف وعطوها الوليدات ديال كمرا موفيدة وغتلاحظوا واحد تحسون وغتلاحظوا ان ذيك الكوحة كلها زالت وحتى انها هاد الوصفة كيف ما قلت لكم مزيانة يعني ما عنددتها شي ضرار او لا شي حاجة يعني تخافوا منها وصفة طبيعية وساهلة ومتوفرة الحمد لله وهي هاد الوصفة ممكن يديروها تلكبار اه بالنسبة الوصفة التانية اللي غادي نعطيكم بوصفة معروفة يعني كانوا كيستعموها لنا الامة هاد ديالنا وزوينا بزاف حتى هي غادي نشاركها معاكم في الاخر ديال الفيديو مهم هاد الوصفة هاد دياللفت راح ما كيخسرش يعني غير ما يبقاش مدة طويلة يعني راح تيبقى ديك مدة هكا يبقى يومين هكا ثلاثة يام راح تيبقى في تلاجة اه هنا بالنسبة الوصفة التانية غا تاخدوا واحد كاس ديال الحليب كاس ديال الحليب وغا تاخدوا حب رشاد كل شي كعرف حب رشاد او لبضور التفاء معروف كذلك ببضور التفاء بنسبة الحب ارشاد كتاخدوه مطحون يعني كتاخدوه كتتحنوه يعني ذاك الشي اللي غتستعملوه خطأنوه أولا ممكن استعملوه هكا يعني بدلا ماتتحنوه را ممكن استعملوه يعني كي اللي كي استعملوه هكا كي يعني بهما يتحنوه سوف تضيفو على الحليب وقد ديروه على النار كيغلع كي الناس اللي كيدا اضافو له البيض وعلى حاسب يعني كل واحد وشنو كيفضل مهم ممكن تستعملوه غير هكا وصافي كديرو تيغلع وكتناولو هاد الوصفة زوينة لو يعني تناولوها مثلا قبل النوم مفيدة بزاف حتى هي مفيدة لهاد النازلات ديال البرد مزيانة الاصدر مزيانة ان هاد حاب برشاد فيه بزاف اصلا ديال الفوائد كيف ما كتعرفوه ان حاب برشاد عراه من زمان كيستعملوه الناس الكحة عنده بزاف ديال الفوائد وممكن يعني تعطيه حتى هكا الوليدات راه مفيد بزاف وفيه بزاف ديال الفوائد كيف ما كتعرفوه كيحتوي الانيسة عالية من الحديد من الكالسيوم وكيتستخدم حتى الاشياء اخرى مهم اه مبقاو حلافه للموضوع عادة ديال البرد مهم رازوين بزاف ممكن تستعملوه كدلك في الصباح وممكن تستعملوه كيف موجود لكم قبل النوم الوصفة السامنوه 1 يومين و3 تيام اهلي ديال حليب مع حاب برشاد رازوينة بزاف وفي امان الله اشتركوا في القناة